لماذا يحارب الذي يتحدث بالطريقة الصحيحة؟ لماذا يحارب الذي يريد أن يخدم محافظة؟ أم يعدكم باب باب لخدمة أبنى ذيقار حياك الله أستاذ ياس الخفاجي حلو عنوان المستقيل أنت استقلت أم أجبرت على الاستقالة؟ بالمحافظة هي استقالة لم أجبر يعني إلى حد ما كان هناك مضايقات لكن بعد أن أصبح الوضع لا يطاخ بعد أن أصبح الوضع بهذه الصورة المربكة كيف أن نعالج موضوع ونحن أسباب المشكلة نحن أسباب المرض نحن أسباب ما يجري في محافظة ذيقار لماذا لا تطبق ثقافة الاستقالة؟ كل طبيعة ما يكون هناك خطأ إنسان يحترم بخطأ أو يترك الموضوع لأنه خالج عن إيراته أنا شهدته أن وجودي في المجلس وبهذه الصورة أنه بحقيقة منقصة لأنه لا يمكن أن نسكوت ونحن إعلامين تربية ساد نجم أو غير من الإعلامين الكبار سلنا على طريق لا يمكن أن نقبل بالخطأ أو نهادن أو نتحدث غير الذي موجود يعني من غير ممكن أن أكون ألمع صورة شخص معين وهو أسود أمام الجماهير وأنا أصير أمام جماهير وناسي بالصورة السوداوية لا يمكن هذا الموضوع لذلك أنا شعرت بأن وجودي في المجلس وسط هذه الضبابية من العمل وسط هذه الأجواء المشؤونة وسط العدم الإنسجاب في المجلس حقيقة وجود لا معنى له يريدون أن أتحدث بغير الحقيقة يريدون أن أقول بأن هذا الموضوع لم يكن كيف تتحدث وأنت بهذه الطريقة أحد الأعظام ليلة كاملة يخابر ويحكي شلون أنه ياسد خفاجي يقول بأنه فلان متهم وفلان متهم عمم ممتهمين ما أقول الآن يعني أقول محافظ ذيقار السابق ممتهم مثلا أو أقول الدكتور عمار ركابة ممتهم يعني أقول قدام الناس أبناء ذيقار أنه عندنا النساء أفين بسجين أو عندنا علامين كذا عدد شلون أقول يعني غير معقول إنه جماهيرنا وإنه ناسنا وعندنا رسالتنا اللي نشتغل بيها ما أخاف منهم والله هذه معنا الرحل لأبناء الشعب ليس يصير يعني شي يسوون لكن عليهم أن يعوا هذه القضية لماذا يحارب الذي يتحدث بالطريقة الصحيحة لماذا يحارب الذي يريد أن يخدم محافظة عمعدكم باب باب لخدمة أبناء ذيقار أولا أنا أحييك أنت مثلت سومر تمثيل حقيقي وأنا ما أفقد الأمل بالعراقيين وبرك الله بك في أنك تقول الحقيقة لكن هل تلقيت تهديدات من أعضاء مجلس المحافظة أو من مشؤولين سابقين حتى هذه اللحظة ستاد يعني التهديدات مبطنة إلى هذا اليوم إجاءنا أكثر من الاتصال أنه عوف الموضوع خصوصا عدم البعض أنه اليوم عدنا لقاء مع حضراتكم يعني أنه هدئ بالموضوع شنو هدئ يا أخوان دعوني عن شنون موضوع تهدي قالوا لا أكثر موضوع أحسب كذا والسيد يعني الفلاني في مجلس المحافظة يرفع قضية أو فتح بها تحقيق عليك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر